وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أصعال السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبعاء بأزيد من السعر الرسمي وتمكنت من ضبط 565 قضية تموينية مستونادية وعينية خلال 24 ساعة بمضبوطات بلغت قرابة 228 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على سلع المدعومة تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 92 طن كما ضم ضبط قرابة 115 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توليد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وتمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 21 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فضلا عن ضبط 488 قضية في مجال قضايا المخابس من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و183 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر